بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نبدأ وإياكم في درس اليوم في موضوع البلاغة في القرآن الكريم درسنا اليوم هو الدرس الثالث من البلاغة في القرآن الكريم فقد تناولنا الدرسين السابقين تكلمنا فيها عن بلاغة القرآن الكريم تكلمنا في الدرس الأول منها ما أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام من أعجاز وبيان في كتاب الله تعالى وكذلك ما ذكرنا من أمثلة لبلاغة كتاب الله جل وعلا وكذلك ما تناولنا في الدرس الثاني من البلاغة في القرآن الكريم وذكرنا كذلك أمثلة للأجاز في كتاب الله جل وعلا وبلاغته نكمل ما بدأناه في الدرسين السابقين فدرسنا اليوم هو بلاغة القرآن وهو الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم تناولنا في الدرس السابق بلاغة القرآن الكريم وكان الدرس هو الدرس الثاني ذكرنا في ذلك أوجه الأعجاز البلاغي في كتاب الله عز وجل ذكرنا أربعة أوجه الأعجاز البلاغي ما تلكم الأوجه التي ذكرناها في الدرس السابقة أوجه الأعجاز القرآن الكريم أجهز البلاغة لكتاب الله تعالى ما تلكم الأوجه الوجه الأول حصنتم الوجه الأول وذكرنا هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة وقلنا ذلك كمثال القصة في القرآن الكريم ترد في معنى هنا بمعنى وفي معنى آخر في كذلك معنى آخر ولطائف وإشارات في تلكم الصورة غير اللطائف والإشارات في الصورة الثانية وهذا من إيراد المعنى بطرق مختلفة كذلك ثانيا ما رأيكم أحسنتم كذلك ذكرنا القصة في اللفظ مع الوفاء بالمعنى وذكرنا في القصة في اللفظ مع الوفاء بالمعنى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم الآية كذلك ذكرنا من أوجه الأجاز خطابه للعقل والعاطفة في القرآن وخاطب العقل وخاطب العاطفة كذلك فالعقل له خطابه والعاطفة كذلك لها خطابها كذلك ما ذكرناه رابعا من ماذا من التشبيه حسنتم من التشبيه في القرآن الكريم هذه أوجه الأجاز البلاغي في كتاب الله جل وعلا نأتي وإياكم السعين بالله تعالى في درس اليوم بلاغة القرآن الكريم ودرسنا اليوم هو الدرس الثالث أهداف الدرس أن نبين مكانة الأجاز البلاغي في القرآن أن نعدد أوجه بلاغة القرآن كذلك نمثل على بلاغة القرآن الكريم بلاغة القرآن الكريم وقفة بلاغية مع آيات قرآنية ذكرنا في الدرس السابق الوقفة الأولى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وان وفصاله في عامين أنشكر لي ولي والديك إلي المصير هذه الآية الأولى أما الآية الثانية قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانة حملته أمه كرها ووضعته كرها الآية ذكرنا في هذه الوقفة الآيتين أوصل الله تعالى بالوالدين معا ثم ذكر ما تقوم به الأم من حمل ورضاعة وما تعانيه من مشقة في سبيل ذلك ولم يتعرض لدور الأب لماذا؟ لماذا ذكر دور الأم في الآياتين السابق اخذنا في الدرس السابق ما رأيكم؟ لماذا؟ ماذا قلنا في الجواب عن ذلك؟ لماذا تعرضت الآيتين عن دور الأم وما تقوم به من حمل ورضاعة ولم يتعرض لدور الأب ذكرنا بيان ذلك في الدرس السابق وبيناه فما السر في ذكر الأم وفضائلها والسكوت عن الأب وفضائله ماذا قلنا فيه؟ بينا في الدرس السابق وقلنا أن الأم هل في حال حملها وولادتها تقوم بدور مذكور منظور لدى الطفل الصغير؟ أهو لا يستشعر ذلك؟ سنتم لا يستشعر ذلك ولا يذكر ذلك؟ أما عندما يكبر ذلك الطفل يرى واليده أمامه يقوم بمصاريفه وبأعبائه ويعطيه ويكرمه فلذلك القرآن ذكر الدور غير المنظور التي تقوم به الأم فالله جل وعلا ذكر فضائل الأم وتعابها لأنها تقوم بالجزء غير المنظور في حياة الإبن حيث أن الأمة تقدم للطفل كل شيء في مرحلة الحمل والولادة والرضاء فهو لا يستشعر ذلك أما بعد ذلك تسهر للراحة فترة لا يعقل منها الطفل شيئا أما الأب وجد أماه أباه فإذا كبر الطفل وجد أمامه أباه يشري له ما يحتاج من الملابس والألعاب ويمده بالمال وكل هذا يقوم بالأب في مرحلة يعقل فيها الطفل ويحس بفضل أبي عليه ثم فإنه سيقدر ذلك الفضل عليه ولا شك أن هذا من بلاغة القرآن الكريم وجئ أجازه أن الله تعالى ذكر الإبن بفضل أمه عليه وما تعاني من تعب وسهر وتحمل للمشاق في مرحلة إدراكي وقبلها ليرى كيف تتعب الأمهات ويعانين ومن ثم يعرف أثر أمه فيرد لها الجميل بالطاعة وعدم التذجر وهذا من بلاغة كتاب الله جل وعلا الوقفة الثانية قول الله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقُ الآية الأولى نحن نرزقكم وإياهم والآية الثانية وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقُ نحن نرزقهم وإياكم قدم الله ضمير الآباء على ضمير الأولاد في الآية الأولى نحن نرزقكم ضمير نرزقكم يعود إلى من؟ سنتم يعود إلى الآباء وإياهم يعود إلى من؟ إلى الأولاد هذه الآية الأولى أما الآية الثانية قدم ضمير الأولاد على ضمير الآباء في الآية الثانية نحن نرزقهم أي الأبناء وإياكم أيها الآباء فما السر في تقديم الآباء في الآية الأولى وتأخيره في الآية الثانية في الآية الأولى نحن نرزقكم أيها الآباء وإياهم أولئك الأطفال الأبناء فقدم الضمير الأول للآباء وفي الآية وفي بعدها للأبناء نحن نرزقكم أيها الآباء وإياهم أي الأبناء أما الثاني نحن نرزقهم من؟ الأبناء وإياكم يا الآباء فلماذا في الآية الثانية الأولى قدم ضمير الآباء وفي الآية الثانية أخر ضمير الآباء وفي الآية الأولى لماذا أخر ضمير الأبناء وقدم في الآية الثانية ضمير الأبناء نرزقهم الأبناء لماذا؟ فمن سر في تقديم الآباء في الآية الأولى وتأخير في الآية الثانية نأتي إلى بيانها الآية الأولى تنهى عن قتل الأولاد في حال الفقر خوفا من أن يضيف إلى آبائهم فقرا على فقرهم لأن هم الفقير في حال فقره توفير الطعام له ولزوجه فإذا أضيف إليه هم إطعام الأولاد فإن ذلك سيكون عليه عبءا ثقيرا لا يطيقه فلذلك قال الله تعالى نحن نرزقكم وإياهم فقدم الله رزق الآباء على الأولاد ليطمئن الآباء على رزقهم وعلى رزق أولاد ماذا الآية الأولى؟ بلاغية بلاغ نحن نرزقكم وإياهم يخشى الأب هو يفكر في نفسه هم يعني نستطيع أن نقول يجب في نفسه هما أن يوفر الطعام له ولزوجته ويجد هذا الهم يقول يعني الآن بالقوة وبالصعوبة أقوم بتوفير الطعام لي ولزوجتي فكيف إذا أضيف لي الأبناء كيف أوفر لهم الطعام أيضا؟ فالله جل وعلا يخبره نحن نرزقكم وإياهم كما رزقناكم أيها الآباء وتوفر لكم الطعام والشراب والكساء لك ولزوجك كذلك إياهم سيكون الرزق فلا تحمل الهم بل وكل الأمر إلى الله ولا يكون هم في قلبك وكل الأمر إلى الله ولا يكون هم في قلبك واطمئن كيف لا تطمئن؟ والله جل وعلا قد قال في كتابه نحن نرزقكم فطعامكم وشرابكم سيكون موجودا أيها الآباء وكذلك طعام أبنائكم سيكون موجودا فقدم الله رزق الآباء على الأولاد يطمئن الآباء على رزقهم وكذلك على رزق أولادهم أما الآية الثانية تخاطب الآباء الميسورين هم لا يخشون الفقر ما داموا بغير أولاد ولكنهم يخافون أن رزقوا بأولاد أن يفتقروا بسببهم لذلك هناك خشية في الآية فيها خشية خوف الآن الحمد لله يقول هو في نفسه الرزق موجود ويكفي لا يحمل هو في حاقة الأمر هم الطعام والشراب له ولزوجته فهو موجود لكنه يخشى ورزق بأبناء كيف يوفرهم الطعام والشراب وربما كذلك نرى لأنه وسع الدارة كذلك ربما يكون عنده بعض أبناء فيخشى كذلك الرزق بمزيد من الأبناء كذلك يقول أنا يكفيني الطعام والشراب أنا والموجودين لكن كذلك أن رزقت بمزيد أخشى ألا يكفيهم أخشى كيف أعمل لهم فلذلك في الآية الثانية تخاطب الآباء الميسورين الذين لا يخشون الفقر ما توفر عندهم الآن ما دام بغير أولاد ولكنهم يخافون الرزق بأولاد أن يفتقروا عندهم خشية افتقار بسبب فيأخذوا جزءا من رزقهم لنقول أن الرزق الآن موجود عندهم لكن يخشون إذا أتى أولئك الأبناء أن يقل الرزق فيصبح الرزق غير كاف للآباء والأبناء معا فطمأن الله جل وعلا الآباء الذين عندهم رزق ميسور ألا يخشون أن الله جل وعلا إذا رزقهم أولاد أنهم لن يأخذوا من رزقي شيئا فقال الله نحن نرزقهم أنتم الآن أيها الآباء موجود عندكم الرزق وموجود عندكم ما يكفي فلا تحملوا هم الأبناء ولا تخشون ذلك فكما أن الرزق الموجود عندكم كافر لكم فالله جل وعلا سيرزقهم وإياكم أيها الآباء فلذلك كان الخطاب معبرا ببداية بالأبناء نحن نرزقهم أي الأبناء وإياكم أيها الآباء لنا في خشية فقر فكما كفلنا رزقكم كذلك رزق أبنائكم مكفول نحن نرزقهم وإياكم هذا هو وجه البلاغة في هاتين الآيتين الوقفة الثالثة قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا مع قوله تعالى رب اجعل هذا البلد آمنا ذكر الله عز وجل في الآية الأولى بلدا منكرة وفي الآية الثانية البلد معرفة فما السر في ذلك الآية الأولى رب اجعل هذا بلدا هل هي معرفة أو نكرة سنتم نكرة وفي الآية الثانية رب اجعل هذا البلد آمنا فلماذا كان في الآية الأولى بلدا منكرة أي نكرة وفي الآية الثانية البلد معرفة فما السر في ذلك ما السر ناتي لبيانه نقول الدعوة الأولى التي هي النكرة وقعت ولم يكن المكان وقد جعل بلدا فلذلك كأن إبراهيم عليه السلام يقول اجعل هذا الوادي آمنا أما الآية الثانية وقعت وقد جعلت بلدا فكأنه قال اجعل هذا المكان الذي أصبح بلدا آمنا على من أوى إليه هذا هو وجه البلاغية في الآية الأولى نكرة لأن إبراهيم عليه السلام لما قدم إلى ذلكم الوادي لم يكن فيه بنيان ولم يكن فيه سكان فأتى إبراهيم عليه السلام واجعل الأمر هذا الوادي بالإطلاق قولي بلدا آمنا بلد آمن يشمله ما يشمل البلدان الآمنة يكون هناك فيه رزق وفيه ماء وفيه أناس فلذلك عبر على وجه النكرة بلدا آمنا أما في المرة الثانية فإبراهيم عليه السلام قد دعا وكأنه يقول اجعل هذا الذي أصبح بلدا آمنا على من آوى إليه فهنا عرف البلد اجعل يا رب هذا البلد لكل من آوى إليه آمن أما الأول بلد لم يكن فيه أحد فيكون ذلك البلد كذلك آمن حتى يكون فيه سكان وفيه بنيان أما في الثانية لا أعم وأشمل كل من يأوي إلى هذا المكان يكون آمنا في سكنه وآمنا في مكانه الوقفة الرابعة قول الله تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى كرر الله عز وجل العسر واليسر لاحظوا معي فإن مع العسر وهنا كذلك كلمة عسر وهنا يسرى وهنا يسرى ما الفرق فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ما الفرق هنا فى هنا بلا فى ما الفرق هل هناك فرق آخر كرر الله عز وجل لفظ العسر مرتين واليسر مكرر مرتين هل هناك وجه بلاغي في هذه الآية نقول نعم ما هو وجه البلاغي في الآية نقول النكرة إذا تكررت دلت على التعدد بخلاف المعرفة ما رأيكم أبناء الطلبان أين النكرة في الآية أين المعرفة في هذه الآية أحسنتم النكرة في الآية الأولى وفقتم يسرى وأين النكرة في الآية الثانية أحسنتم أبوركتم يسرى طيب أين المعرفة في الآية الأولى أحسنتم العسر وأين المعرفة كذلك في الآية الثانية العسر طيب ما هو الوجه البلاغي نقول الوجه البلاغي وكونوا معي أن العسر هنا قد تكرى مرتين لكنه معرفة فالمعرفة إذا تكررت مرتين تدل على معنى واحد هنا العسر هو نفس العسر لأنه معنى واحد معرفة تكررت هل العسر في الآية الأولى غير عسر في الآية الثانية لا نقول كلاهما بمعنى واحد لكن عند أهل البلاغة وأهل اللغة أن النكرة إذا تكررت دلت على ماذا؟ دلت على تعدد هذا النكرة تدل على ماذا؟ على التعدد هنا يسر نكرة أو معرفة فأنتم نكرة وهنا يسر نكرة أو معرفة وفقتم نكرة فالنكرة إذا تكررت دلت على ماذا؟ على التعدد فهنا يسر وهنا يسر لكن اليسر هذا غير اليسر هذا صح لا نقول اليسر هذا هو اليسر هذا لأنه معرفة لكن العسر ماذا يكون يدل على التعدد أي في الآية الأولى كلمة عسر غير العسر في الآية الثانية هنا عسر وهنا عسر هنا عسر بمعنى آخر هنا عسر بمعنى آخر أما في الآية الثانية لا كلهما يسر ويسر هذا المعرفتان فالمعرفتان هاتين كلاهما تدل على معنى واحد فقط فاليسر في الآية الأولى هو نفس اليسر في الآية الثانية أما العسر في الآية الأولى غير العسر في الآية الثانية لذلك ماذا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين واضح فهنا عندنا يسرين يسر ويسر أما العسر هنا وإن كان ذل على التعدد لكن هذا اليسر سيكون بمعنى واحد فلن يغلب هذا العسر المتعدد ذلكم اليسرين في الآيتين وهذا ذلي على بلاغة كتاب الله جل وعلا معارات حياتية حتى تصبح حديثك وإلقاءك مؤثرا ينبغي أن تسعى لامتلاك مخزون كبير من الكلمات المتنوعة وأن تتدرب على التعبير بوضوحا عن أفكارك وتختار الجمال والمفردات دقيقة المناسبة لكل موقف وتديم التأمل والنذر في بلاغة آيات القرآن عفوا وإدامة التأمل والنظر في بلاغة آيات القرآن يكسب هذه المهارة وينميها ومن ذلك تعبير النهي بالوسالات الإتيام في جانب الفعل الإتيام في جانب الفعل بمادة الفعل بمادة النهي إنما ينهاكم الله للذين قاتلوكم في الدين فهنا الإتيام في جانب الفعل بمادة الفعل بمادة النهي ماذا هو النهي ينهاكم الله إذن هذا تعبير بالنهي الصريح الاتيام في جانبه أي النهي بمادة التحريم حرم كذلك هنا تحريم صحيح نفي الحل لا يحل لكم لاحظوا مع كل تدل على التحريم وعلى النهي لكن بعبارات مختلفة من القرآن وصفوا بأنه ليس برا وليس البر بأن تأت البيوت كذلك ذكر الفعل مقرنا بالوعيد والذين يكنزون الذهب والفضل ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم كل ذلك دل على النهي وعلى التحريم بعبارات مختلفة من القرآن الكريم كذلك إباحة الفعل بالطرق الآتية التصريح بمادة الحل أحلت نفي الإثم عن الفعل غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إنكار تحريمي في صورة السفهام هذا كل دل على إباحة الفعل بالطرق آتية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده هذا كل إنكار التحريم نفي الحرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج كل ذلك يدل على التعبير عن إباحة الفعل بطرق مختلفة وبختام ذلك وبناتنا كونه قد أتينا إلى ختام درس اليوم نأتي إلى ختامه بقيم نفسك أذكر مثالا واحدا على الإعجاز البلاغي في كتاب الله نأتي إلى مثال واحد ما هو حسنتم قول الله تعالى فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فذكرنا الأفضل العسر مكرر ولفضل يسر مكرر لكن العسرى هنا معرفة واليسر نكرة فالنكرة ذا تكرت دلت على التعدد النكرة يسر ويسر دلت على جانب التعدد أما المعرفة عسر عسر فهو عسر واحد فقط لا غير خلافة للنكرة ذا تكرت فهي بمعنى يسرين فالنكرة تدل على التعدد ذا قال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين لأنه بمعنى المعرفة أما هنا يسر بمعنى النكرة فلن يغلب عسر يسرين وبختام ذلك قد أتينا على ختام درس اليوم ومامكم نشاط أبنائي وبناتي أتي إلى حله في تحدي الله عز وجل أن يأتي القوم بسورة أو آية مثل كلام الله تعالى فاجمع الآيات حسب الجدوى الآتي سورة ورقم الآية ونص الآية ووجه البلاغة منها في صفحة 82 وبختام ذلك نكون قد أتينا على ختام درس اليوم بلاغة القرآن الكريم وكان درسنا هو الدرس الثالث في بلاغة كتاب الله تعالى أتينا على بيانه وأتينا على بيانه أوجه الأجازي منه نسأل الله تعالى في ختام درسنا التوفيق والسداد والهتاة والرشاد ونلقاكم على خير بذن الله تعالى في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر